في أبل صقي حنان ضعيني في الأجواء ما الذي لديك في هذه الأوقات الكل في درجة ترقب غير طبيعية لمسألة التواغل البر الإسرائيلي إن كان محدودا أو غير محدود حنان لك الكلمة الآن صحيح محمد إن كان هناك من تواغل سيكون في هذه المنطقة أي في القطاع الشرقي وبالتحديد في بلدة مرجعيون هذه المنطقة التي تتعرض منذ ساعات الظهر وحتى الآن لغارات حربية وأيضا لقصف مدفعي قبل دقائق من الآن غارة عنيفة جدا استهدفت بلدة الخيام كذلك قصف مدفعي على بلدة الخيام سهل الخيام وأيضا كفركلة كل هذه البلدات هي بلدات حدودية مواجهة تماما للمواقع الإسرائيلية المتواجدة في المقلب الآخر إذن هذه المنطقة محمد هي من المؤشرات كل المؤشرات تقول بأن إن كان هناك من تواغل بري سيكون انطلاقا من هذه المنطقة التي سيقيم الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة لن تكون بعيدة المدى ربما لمسافات قريبة وحسب المعلومات أيضا بأن هذا التوغل هو يهدف إلى تدمير الأنفاق التي يزعم الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله حفرها هناك ويمتلكها وربما يهاجم من هذه الأنفاق ولديه أسلحة أيضا وكذلك خلال الساعات ساعات المساء أيضا محمد هذه المنطقة كلها منطقة أو القطاع الشرقي بأكمله عدد من البلدان أو البلدات تعرضت لغارات عنيفة جدا وأيضا لقصف مدفعي عنيف نتحدث عن كفر كلا عن العديثة عن كفر شوبة عن القصف الجول ومدفعي كل هذه البلدات تعرضت لقضائف مدفعية عنيفة نعم صحيح محمد قصف بالغارات غارات إسرائيلية بالطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا بالمدفعية الإسرائيلية التي غابت محمد خلال الأيام الماضية أو الأسبوع الماضية كنا نشهد غارات حربية نعم لكن القصف المدفعي خفت وطيرته خلال الأيام الماضية لكن اليوم الملاحظ أن كثافة هذه النيران التي تأتي من المدفعية الإسرائيلية كانت عنيفة جدا سهل لخيام تعرض لقضائف أدت إلى اشتعال النيران فيه أيضا في بلدة دير سريان هناك أيضا حرائق اشتعلت بسبب تلك القضائف وأيضا كل البلدات تقريبا على الحدود تعرضت لقضائف مدفعية بشكل مكثف معني وما زالت حتى هذه الساعة نسمع صدى هذه القضائف المدفعية التي تستهدف البلدات طيب حنان أفكر معك الآن بصوت عالي كيف لهذا الإسرائيلي أن يعبر هذا الخط الفاصل ويدخل إلى الأراضي اللبنانية وهو على عدم يقين من أن الأنفاق تحت الأرض تم دكها بصورة مكتملة حنان إذن السؤال كيف نتوقع لحظة الصفر كما يقال لهذا التواغل البر الإسرائيلي والمدفعية أو عن طريق السماء لم تدك هذه المنطقة بصورة أقوى مما هي عليه الآن هل الأمر مرتبط بحجم تدمير في هذه البلدات الحدودية أو أن الأمر ما زال في مسألة الفعل ورد الفعل في الواقع محمد هذه البلدات تتعرض للقصف المدفعي وأيضا لغارات حربية منذ بداية هذه المواجهات منذ أكتوبر الماضي وبالتالي هذه البلدات باتت خالية من سكانها حجم دمار كبير جدا في معظم القرى الحدودية المواجهة المقابلة للحدود وبالتالي هذه أيضا البلدات نزح أهلها عنها وهي خالية إسرائيل عملت خلال الأشهر الماضية على دك هذه البلدات بالغارات الحربية بالقضائف المدفعية وباتت هذه القرى تقريبا شبه مدمرة لم يبقي الجيش الإسرائيلي شيئا في هذه البلدات وربما سنشهد على دمار كبير لدى معاينة هذه البلدات بطبيعة الحال عندما تنتهي هذه الحرب وبالتالي هذا القصف الإسرائيلي الذي تركز اليوم على هذه البلدة هو يعني يهدف إلى إقامة منطقة عزلة هو لإبعاد حزب الله عن هذه الحدود وأيضا للسماح للجيش الإسرائيلي بالتوغل في هذه القرى لكن الملاحظ أيضا محمد بأن حزب الله وخلال هذه الساعات الماضية التي شهدت الغارات حربية مكثفة وأيضا قصف مدفع مكثف حزب الله نفذ عمليتين عند القرى الحدودية تماما هو استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في شتولة وأيضا استهدف البستين الواقعة مباشرة لبلدتي المتاخمة لبلدتي كفاركلا والخيام وبالتالي هذه ربما تكون إشارة أو رسالة من حزب الله أنه متواجد على الحدود وهو جاهز لهذه الحرب البرية التي وبحسب ما يقوله حزب الله بأنه يترقب أي توغل بري لأن المواجهات في البر حزب الله بحسب اعتقاده هو سيتفوق على الدبابات الإسرائيلية وعلى التوغل البري وهو بانتظاره بحسب ما يقول إذن حزب الله أرسل رسائل للجيش الإسرائيلي بأنه موجود برغم كل القصف المدفعي الذي طال كل تلك البلدات وأيضا الغارات الحربية التي لم تتوقف خلال ساعات هذا المساء هي أيضا استهدفت بلدات بعيدة عن الحدود ليست متاخمة تماما استهدفت على سبيل المثال بلدة كوكبة هذه البلدة تكصف أو يتم الإغارة عليها للمرة الأولى منذ اندلاع هذه المواجهات وهي تقع في قضاء حاصبية هذه البلدة التي تربط قضاء مرجعيون بقضاء حاصبية وفي الطريق إلى البقاع الغربي أيضا استهدفت مناطق خلفية إلى حد ما بعيدة عن الحدود تماما على سبيل المثال مجرى نهر الليطاني والبلدات المحادية هناك أو القريبة من القطاع الشرقي إذن المواجهات مستمرة بين الجانبين بطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي هو متفوق من حيث الغارات والقصف الجوي وأيضا المدفع من مرابضه الموجودة في مواقعه في الجهة المقابلة لكن أيضا حزب الله ينتظر هذا التوغل للمواجهة ومواجهة التوغل البري هذه المنطقة العازلة محمد بحسب معلومات وبحسب المؤشرات هي ستكون خالية الجيش الإسرائيلي يريد أن يسيطر على منطقة ربما لن تكون بعيدة في المدى الجغرافي داخل الحدود اللبنانية لكن إقامة منطقة عازلة للضغط على حزب الله وليعادة سكان الشمال بحسب ما تهدف إلى كل تلك العملية الإسرائيلية محمد وإبعاد حزب الله من جنوب اللي طاني إلى شماله اشتركوا في القناة